هوي بريس نحو إعلام هادف ويخلط بين السياسة والمخدرات في السنوات الأخيرة بالمغرب واعتقل بسببها إثنان من كبار الشخصيات السياسية وهما رئيس جهة الشرق عبد النبي بعيوي ورئيس مجلس عمالة الضار البيضاء والبرلماني أيضا سعيد الناصري وحسب مصادر مطلعة فإن قاضي التحقيق وجه لعبد النبي بعيوي تهما تتعلق بالتزوير في محرر رسمي باستماع اتفاقات واستعماله والمشاركة في تزوير سجل عمومي ومحرر عمومي ووجه القاضي له تهم المشاركة في مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفرضية بقصد إرضاء أهواء شخصية والإرشاء وتسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية وفي إطار عصابة واتفاق إلى جانب المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها فضلا عن إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة طبقا للفصل 571 من القانون الجنائي والمشاركة في شهادة الزور كما وجه قاضي التحقيق تهما أخرى لرئيس جهة الشرق تتعلق باستعمال محررين عرفيين مزورين واستخدام مركبات دون الحصول على شهادة التسجيل علاوة على جنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص ناهيك عن جنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع أو خدمات داخل التراب الوطني بالإضافة إلى جنحة المشاركة في تسديد بدون إذن من مكتب الصرف من طرف أجانب لعمليات متعلقة بشراء عقارات متواجدة بالمغرب بوسائل أخرى غير تفويت العملات الأجنبية لضنك المغرب ووجه قاضي التحقيق لسعيد الناصري تهما تتعلق بالتزوير في محرر رسمي باستماع اتفاقات واستعماله والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها ناهيك عن تهم النصب ومحاولة النصب واستغلال النفوذ من طرف شخص متوليا مركزا نيابيا وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات وإقرارات كاذبة عن طريق الضغط والتهديد بالإضافة إلى تهم إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة وتزوير شكات واستعمالها وجنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها وجنحة المشاركة في استراد عملات أجنبية بدون تصريح عندما يفوق ما يعادل مبلغ مئة ألف درهم منصوص عليه وجنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة الصعبة لبضائع أو خدمات داخل التراب الوطني وعدم متابعته من أجل خرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمارك ووجه قاضي التحقيق تهما في حق عبد الرحيم بعوي رئيس جماعة عين الصفا وشقيق عبد النبي بعوي تتعلق بالمشاركة في مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية بقصد إرضاء أهواء شخصية والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها بالإضافة إلى إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة وجنحة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها وقرر قاضي التحقيق عدم متابعته من أجل خرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمارك وفيما يتعلق بباقي المتهمين في ملف إسكبار الصحراء فتختلف التهم الموجهة لهم بين المشاركة في التزوير ومشاركة في شهادة الزور وإخفاء أشياء متحصل عليها والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها هوية بريس نحو إعلام هادف